الحمد لله الغائل وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه سميع عليم والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الأخوات والأخوة عظام مجلس العموم الضيوف الكرام الحاضرون كافة كلًا بإسم وصفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البدء يطيب لي أن أرحبكم في العاصمة عدن وأهنئكم وكافة أبناء شعبنا بحلول العام الميلادي القديد آملاً أن ينعم شعبنا خلاله بمزيدًا من الأمن والاستقرار والتنمية والتمكين الوطني كما يسعدني أن أنضم إلى هذا الجمع المبارك وهذه النخبة القيادية من مختلف ربوع وطننا الحبيب لنقف معان أمام هموم ومعاناة شعبنا وأماله وتطلعاته ونتدارس خياراتنا لاتخاذ قراراتنا بما يخدم المصالح الوطني العليا لشعب القنوب الأخوات والأخوة أعظام مجلس العموم ها أنتم اليوم تدشنون من العاصمة عدن الاجتماع التأسيسي لمجلس العموم الذي يضم هيئة الرئاسة والجمعية الوطنية ومجلس المسياريين والهيئة التنفيذ العليا والهيئة المساعدة تقسدون الاصطفاف الوطني القنوبي لتعزيز الأداء السياسي والبناء المؤسسي على طريق استعادة وبناء دولتنا القنوبي الفيدرالي المستقلة تقع عليكم مسؤولية كبيرة في هذه اللحظة الحاسمة تستوجب تكثيف القهود وحشد الطاقات والإمكانات لخدمة شعبنا والانتصار لمشروعه الوطني السيدات والسادة لقد أظهرت تقارب الماضي ثبات شعبنا القنوبي وانتصاره لهويته وقضيته وقيمها الوطنية الأصيلة تقلّى ذلك في أعلان التصالح والتسامح القنوبي والتزام النهج السلمي للتعبير عن مطالب شعبنا القنوبي المشروعة دون إنقرار إلى العنف رغم حملات القمع التي تعرض لها كما قسد أروع مآثر التضحية والفداء والتضامن الوطني في مقاومة الغزو الحوثي العدواني على القنوبي في عام 2015 وعلى الدوام كلما اشتدت النوائب برز شعبنا أكثر صلابة وتماسكاً تلك القيام النبيلة هي ما مكّن شعبنا من تجاوز الأزمات وتجعله دائماً أكثر قوة وعزيمة للدفاع عن مبادئه وتطويع الظروف والتغلّب على المآسي واستلهام دروس الماضي لمواصلة مسارته صوبنا المستقبل المنشود للشعب والوطن على أسو الصلبة وقواعد راسخة لقد أفنى شعبنا ثلاثة عقود في النضال لاستعادة وبناء دولته إنه كفاح شعب لبناء دولة النظام والقانون ونماء الوطن والإنسان بمعزلًا عن هيمنة صراعات وصنعاء القبلية والدينية والعسكرية ثلاثة عقود أفناها شعبنا ثائرًا ملتزمًا نهج النضال السلمي أمام آلة القمع العسكرية ومع اشتداد الأزمة وتزاير حقم التضييق والألم والمعاناة تتزايد دوافع شعبنا إلى انتهاك خيارات أخرى لانتزاع حقه سلماً أو حرباً حدث ذلك في السابق وقد يتكرر إن لزم الأمر إن مسيرتنا إن مسيرتنا لإسعادة وبناء دولة القنوب الفيدرالية مسؤولية لا رقعة ولا تفريط فيها لن تثنين عنها حملات الترهيب وعمليات الإرهاب وحشود الغزو فالسبيل الوحيد إلى السلام هو العودة لوضع الدولتين لما قبل 21 مايو 1990 تلك مصلحة قنوبية ويمنية وأقليمية ودولية الأخوات والأخوة الكرام إيماناً منا بأهمية تماسك القبهة الداخلية باعتبار حقر الزاوية في الدفاع عن قضية شعبنا وصون مكتسباته واستعادت وبناء دولته الفيدرالية المستقلة فقد انتهقنا منذ اللحظة الأولى لتأسيس المجلس الانتقالي القنوبي نهق الحوار كقيمة حضارية لتقاوز التباينات وتوحيد الصف الوطني وجاءت حصيلة سنوات من الحوار مع كل القوى القنوب بإنعقال اللغاء التشاوري القنوبي في رحاب العاصمة عدن للفترة من 4 إلى 8 مايو 2023 بمشاركة واسعة للنخب الوطنية من مختلف المشارب السياسية والثقافية والاجتماعية على امتداد أرض القنوب حيث خاضوا تقربةً ديمقراطية فريدة وسجلوا في مشهدًا مهيب حالةً من التوافق والاصطفاف الوطني تمثلت بإقرار الميثاغ الوطني القنوبي كمرقعيةً حاكمة لبناء الإنسان والوطن والدولة وحرصًا منا على تعزي تلك النقاحات نؤكد استمرار قهود الحوار الوطني القنوبي حيث ستظل قلوبنا مفتوحة وأيادين ممدودة لكل قوى شعبنا القنوبي مختلف توجهاتهم السيدات والسادة لقد شرعنا في ترقمة مخرقات اللقاء التشاوري إلى واقع عملي من لحظة إعلان مخرقاته عبر تنفيذ عملية هيكلةٍ شاملة للمجلس الانتقالي القنوبي لتعزيز الحضور والتمثيل الوطني لكافة شرع شعبنا ووجودكم اليوم في هذا الجمع المبارك ما هو إلا تجزيلاً فعلياً لذلك النهج الذي اخترناه معاً وسنمضي باستكمال مهام المرحلة وتحمل المسؤولي الوطنية جنبًا إلى جنب إن جهودنا لهيكلة وتطوير بنية ونظوم العمل المؤسسي للمجلس الانتقالي القنوبي لن تتوقف على هيئاته العليا بل نولي إهميةٍ خاصة لتطوير وتحريث هيئة الغيادات المحلية للمجلس في المحافظات والمديريات بما يسهم في تعزيز دورها لتغدو أكثر فاعلية وارتباطاً بالجماهير ونتطلَّع لأحداث ونتطلَّع لأحداث تحولًا نوعيًا في أداء وفاعلية وتكامل هيئة المجلس بمختلف مستوياته وسيتم متابعة وتقييم أداء الجميع ولن نتوانع عن مساءلة كل من يقصر في أداء مسؤوليته الوطنية الحاضرون جميعًا نحيي بإكبار قواتنا المسلحة الباسلة التي أثبتت جسارتها في الدود عن حياظ الوطن وصول مكتسباته بما حققته من انتصاراته المشهودة في معارك التصدي للغزو الحوثي ومكافحة الإرهاب وضرب أوكاره ومراحقة عناصره وتسطِّر ملاحم البطولة والفداء في مختلف الجبهات ومن هذا المنطلب شرعنا في إعادة بناء وتنظيم هيئة القواتنا المسلحة والأمن وتنسيق عملياتها وتطوير أداءها ورفع قدرات منتسبيها على أسس عسكرية متينة وعقيدةً وطنية راسخة تحمي السيادة وتحفظ أمن المواطن وتصون حقوقها وتؤدي مهامها الوطنية بكفاءة ومسؤولية ولتحقيق ذلك عملنا على دعم وتشجيع إعادة فتح مؤسسات التأهيل والتدريب العسكري والأمن في حظر موت وعداً بعد عقود من إغلاقها وتدبير منشآتها ومصادرة أصولها سنواصل بناء وتحريث قواتنا المسلحة القنوبية بمختلف قطاعاتها البرية والبحرية والقوية حتى السعادة دورها الرياضي حتى السعادة دورها الرياضي في تأمين القنوب والإسهام بدور فاعل مع الإشقاء والأصدقاء في تأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرآب وأعمال القرصنة والهجرة غير الشرعية والتهريب عبر الحدود السيدات والسادة إن شبابنا وبناتنا من الشباب هم عماد المستقبل نتطلع إلى إسهاماتهم ودورهم الفاعل في بناء المؤسسات وإرساء مقومات التنمية والاستقرار وقد حرسنا على دعم الشباب والمرأة والأخذ بأيادهم لترقم ذلك على أرض الواقع حيث وجهنا جهات الاختصاص في المجلس والحكومة والسلطات المحلية لإعداد وتنفيذ برامق وطنية لتمكين الشباب والمرأة في كافة دوائر صنع القرار ولا يفوتني التأكيد على أن أنصاف المتضررين من حرب أربعة وتسعين وألفين وخمسة عشر ومن سياسات الإبعاد والتسريح القسري عقب ألف سعمائة واربعة وتسعين يأتي في طليعة اهتماماتنا إذ تم تسوية أوضاع بعضهم وسنواصل العمل لتسوية وتعويض كل المبعدين والمتضررين وإعادة الإعمار واستردار كافة الحقوق والممتلكات الخاصة والعامة التي تم الاستيلاء عليها أو نهبها أو تدميرها منذ سيف ألف سعمائة وأربعة وتسعين الحضور الكرام لقد حرسنا منذ لقد حرسنا منذ تفويضنا في الرابع من مايو ألفين وسبعة عشر على العمل بتفانٍ وأخلاص إذ قمنا بتكثيف اتصالاتنا لتعزيز حضور وتمثيل قضية شعبنا إقليمياً ودولياً واستطعنا إيصالها بعون الله وتوفيقها ثم بدعم شعبنا القنوبي إلى دوائر صنع القرار الإقليمي والدولي وبات الجميع اليوم يدرك محورية قضية شعب القنوب ودورها الحاسم كمفتاح لإنهاء الصراع وإحلال السلام في المنطقة وترجمةً لذلك قاء البيان الختامي لمشاورات الرياض ليؤكد التزام القوى السياسية بوضع إطارًا تفاوضيًا خاصًا لقضية شعب القنوب في مفاوضات العملية السياسية القادمة سنواصل جهود تطوير الأداء السياسي بتكثيف تحركاتنا السياسية النشطة والعمل لتعزيز الحضور على المستويين الداخلي والخارقي لمواكبة العملية السياسية وتعظيم مكتسبات شعبنا والانتصار له بانتزاع حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والسعادة وبناء دولته المستقل لكاملة السيادة الأخوات والأخوة نحيي جهود حملة الأقلام ومنابر الفكر والتنوير العلمي والديني والإعلامي والثقافي والحقوقي الذين يسجون ثقرة لا تقل أهمية عن جبهة الصراع العسكري بمواقهة سياسات التجهيل ومنابر التطرف وحملات الإعلام المعاري لتزييف حقائق لتزييف الحقائق والتضليل والترهيب ونشدد على إلى اهتمام ودعم أكبر لبناء وتطوير كوادر ومؤسسات ومناهج التعليم وبرامج الإعلام ومنابر الفكر والتثغيف الوطني بمختلف أدواتها وسائلها وبما يواكب تطورات بيئة العمل كما أحيي جهود القالية الجنوبية في دول المهجر لحمل قضية شعب الجنوب وتمثيلها دولياً إذ تتميز قالية الجنوب بحضورٍ كبير في عددًا من بلدان العالم وكفاءتها وتنوع خبراتها ولذلك نشدد على إعداد استراتيجية للاستفادة من رأس المال الوطني والكفاءة الجنوبية في الداخل والمهجر لنقل وتوطين التقارب الرائدة ودعم جهود ومستهدفات التنمية المستدامة الأخوات والأخوة إن عمليات التصعيد الحوثي في البحر الأحمر تهدد وبشكلٍ مباشر الأمن القومي والغذائي للجنوب وتفاقم من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية وتداعيتها وتعطل حركة الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية وخليق عدن وباب المندب والبحر الأحمر سبق ذلك ممارساتهم في التضييق والحصار ومنع دخول السفن إلى موانئنا منذ أكثر من عام مما خلف أزمةً إنسانيةً غير مسبوقة وبذلك يؤكد الحوثيون نهجهم من معطل لكافة قهود ووقف الحرب وإحلال السلام وأي أطروحات لحل الأزمة دون إنهاء التصعيد الحوثي فلن تنهي الصراع بل تفرغ العملية السياسية من مضمونها وإننا إذ نقدد تأكيد المجلس الانتقالي القنوبي على نهج التفاوض لحل النزاعات السياسية ودعم كافة القهود المبذولة لوقف إطلاق النار والشروع في عمليةٍ سياسية شاملة للتوصل إلى حلٍ عادل ودائم في القنوب واليمن فإننا نؤكد في الوقت ذاته إن أن يتوجل تجزئة العملية السياسية أو انتقاء أولوياتها يعد إخلالًا بمبدأ العدالة والشمول مما يقوض قهود إحلال السلام المنشود وتبعًا لذلك ندعو المجتمع الإقليمي والدولي إلى التعامل مع تعقيدات الأزمة من منطلق المسؤولية التاريخية التي تُحتم على القميع التي تُحتم العمل لتحقيق سلامٍ عادل وشامل ودائم بإقراءة المتسلسلة ومترابطة ومزمنة وانتقالية سلام لا يحتكم لثقافة الغلبة ولا يعيد تكريس تقارب الماضي الأليمة التي تناسلت عنها سلسلة حلوب وكلفت أثمانٍ باهضة لا يزال القميع يدفع ضريبتها إلى يومنا هذا وإذ نؤكد أن لا رقعة عن استعادة وبناء دولة القنوب الفيدرالية فإننا في الوقت فإننا في الوقت ذات نُقدِّد تأكيداً على المضي في إسناد ودعم قوى الشمال وفق خياراتهم لمقاومة المشروع الحوثي الإيراني الأخوة والأخوات أبعث من هذا المقام نيابةً عن شعبنا القنوبي باقات الشكر والعرفان لقيادة شعبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكافة قيادات وشعوب دول التحالف العربي لجهودهم في تقديم الدعم الإنساني والتنموي والعسكري إذ كان لهم الفضل بعض الله تعالى في إسناد قواتنا المسلح لتحرير القنوب من ميليشيات الحوثي ومكافحة الإرهاب وقيادة جهود السلام سيظل شعبنا يحمل الوفاء والعرفان لكل من سانده أو وقف إلى جانب الاتقاوز الأزمة كما إنه لن يتوانع عن أدى دوره لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي انطلاقاً من مواقع المحوري الذي يؤهل التشكيل طوقاً وحزاماً أمنياً لدول الخليق والقزيرة العربية في الركن القنوبي الغربي منها الحضور الكرام ندعو الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في العمل لوقف إطلاق نار وإنها معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في اغطاع غزة في اغطاع غزة وحماية حقوق الإنسان وإنفاذ الغانون الإنساني الدولي إذ إن تقاهل الكارثة الإنساني في غزة يعرض الولايات المتحدة المخاطر فقدان مصداقيتها وإلزاماتها بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستوى الدولي لقد بات المجتمع الدولي مطالباً بتحرك عاقل لإنقاذ سكان غزة وتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية والعمل لإحلال السلام في المنطقة من خلال تطبيق حل الدولتين وفقاً لمبادرة العاهل السعودي الراحل شكراً جزيل من خلال تطبيق حل الدولتين وفقاً لمبادرة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله والتي تمثل الحل الفعلي والأساس الحقيقي لضمان إنهاء الصراع وحل الغضية الفلسطينية والسعي لتعزيز السلام والأمن والاستقراض الإقليمي وفقاً للاتفاق الإبراهيمي كما دخل للسلام شامل ودائم في المنطقة السيدات والسادة ستظل تضحيات شهداء وقرحا ومناضلين شعب القنوب نبراساً ينير طريقنا ويغوي عزيمتنا ويغوي عزيمة شعبنا ونضاله الوطني صوب تحقيق تطلعاته وسيخلِّد شعبنا مآثر الشهداء والمناضين ومواقفهم في التضحية والتضامن والفداء لتظل منارة إلهام للأجيال المتعاقبة تعزز الهوية والانتماء الوطني وتحيي قيم الوفاء لرواد النضال الوطني القنوبي والمقاومة والتحرير الذين كرسوا أنفسهم لخدمة شعبنا وإحماية مصالحه ومكتسباته الوطني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته